برعاية أممية انتهت تعمل مؤتمر الإسجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 قرابة ملياري دولار هو سقف التعاهدات التي تعهدت بها الدول المانحة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بحسب الأمين العام للأمم المتحدة غير أن العام الماضي الذي لم يثمر إلا مليارا ومئة مليون دولار أي قرابة نصف المبلغ ربما يعطي مؤشرا أوليا عن نتائج المرجوة اليوم في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن فرصة لإيجاد السلام في اليمن وأهمية انتهاز هذه الفرصة في وقت بدأت فيه بعض الأصوات تحذر من مغبة تطويق اليمنيين بمشكلاتهم دون حلول جدرية وإنهاء الانقلاب فما بين اختلاف الأجندة السياسية والدعاية الإنسانية يضيع اليمن في ملعب التجاذبات ويصبح اليمنيون مجرد شعب يبحث عن المساعدات يبتعد اليمنيون عن الحل مع استمرار التسع الثقب الأسود الذي يلتهم مساعداتهم كما يلتهم الآمال بحل مستدام فقد باتت اليمن مجرد أرقام مفزعة ومجاعة وحشية تحذر من مغبة تفاقمها الهيئات والمنظمات العالمية دون أن ينظر العالم إلى المشكلة الحقيقية التي بدأت بالانقلاب على الدولة ولن تنتهي إلا بانتهائه فهل على اليمن أن يبقى رهينة مؤتمرات المساعدات دون حلول تؤمن لهذه البلاد سلامة أبنائها فكما يبدو أن تصريحات السعودية عن دفعها أكثر من عشرة مليارات دولار كمساعدات إنسانية لم يلمس منها اليمنيون ما يستحق الذكر تبدو هذه المبالغ أمام العالم الذي يغض الطرف عن الجرائم لتزهق أرواح المدنيين من جميع الأطراف بمثابة ستار على ضمير العالم